نحن أيضا سوف نواصل هذا الدعم وسوف نواصل هذه الرغبات للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لقد قدمنا هذا الطلب وألاف القلوب مع أوكرانيا المجد والخلود لذكرى كل من مات ضحية وكل من مات في هذه المعركة وفي هذه الحرب في الفيف وفي كيف وفي جتومر وفي السوم وفي خاركف وفي تشيرنيجف وفي دونباس وشمال دانيسك وكريماتوفك وماريوبل كل هذه المناطق تتعرض للقصف لدرجة أننا لا نتصور كم حجمها كل ما في وسعهم بحواماتهم والمقاتلات والقاذفات الصاروخية هي كلها تستخدم ضد أراضينا نحن لا نستطيع أن نعترض لهذه الصواريخ لا نستطيع أن نعترض لهذه المقاتلات دافعوا عن شعبنا أحمونا وأحموا شعبنا وفقط عبر إغلاق الأجواء يمكن أن نستطيع أن نوقف هذا القصف تحدثنا دائما وكل يوم نكرر بأنه لا يمكن لأوكرانيا أن تتغلب وأن تدافع عن مواطنيها والألاف من القتلى يسقطون بسبب تلك القصف الجوي الذي تقوم بها ونريد تزويد ودعمنا بالتزويد للمعدات العسكرية رئيسة المفوضية الأوروبية وأيضا رئيس البرلمان الأوكراني الرادة ومع بريطانيا كان هناك حديث عن أنه سوف تكون هناك كل ما في وسع من تقديم لمساعدات من العتاد العسكري من أجل الدفاع عن بلدنا بالإضافة إلى الدعم المالي أيضا وأيضا رئيس الصندوق وكل المؤسسات المالية كلها تريد أن تدعم ولكن هذه العمليات البيروقراطية التي توجد في أوروبا تأخذ وقتا كثيرا ولكن ثمن هذا التأخير هو غال ومرتفع جدا وكل هذا بالنسبة لأوكرانيا هذه المحنة كل من هو بعيد عن أوكرانيا وبعيد عن هذه الأوضاع لا يستطيع أن يعرف ما هذه الحقيقة 300 مليون دولار تحول ولكن هذه الأمور ليست كافية والعقوبات التي تفرض على روسيا ليست كافية يجب أن يكون هناك عقاب وثار لكل صاروخ سقط لكل مواطن قتل لكل قنبلة رميت يجب تهديئة وكبح جماح هذه الطموحات الروسية وإذا أمن الأمن لأوكرانيا عبر العقوبات الأشد ضد روسيا سوف يكون هذا بداية للأمن في كل أوروبا ويجب أن تتخذ كافة التدابير لمحاولة إيقاف هذه العمليات وهذه الهجوم يجب أن يكون هناك عقاب من كل دول العالم من كل بقاع الدنيا من كل دولة بأن تشيد وتشدد هذه الأقوبات وفي قطاع البزنس أيضا أيضا يجب معاقبة روسيا من قبل كل المجتمع الحضاري ضد هذا المجتمع في كل القارات وفي كل الأماكن ونحن نطلب أيضا بأنه يكون هناك عقوبات أشد من ذلك بكثير من أجل أن تغلق أوروبا موانئها للسفن مطاراتها للطائرات شوارعها للسيارات يجب أن تغلق أوروبا كل ما هو يخص روسيا والأسواق الروسية وأن لا تزود روسيا بأي شيء وأيضا بالمواد والتكنولوجيات والرقائق لكي لا تستطيع روسيا مواصلة حربها الأعلامية وأيضا بخصوص الممرات الإنسانية في سوما وفي كناطوب وفي لبيدين وكراسنابيليا وبساريفكا وفي ماريوبل المطوق أيضا المواطنون الروس الجنود الروس يحاولون قطع هذه الممرات الإنسانية يهاجمون هذه الأرتال ويعرقلون هذه المساعدات ولكن استطعنا في ماريوبل أن نخرج 35 ألف شخص وأيضا من مناطق أخرى استطعنا أن نجلي كثير من المواطنين والآن استطعنا أيضا أكثر من 130 ألف مواطن أوكراني تم إجلاؤه بالإضافة لأنه هناك سوف نواصل العمل في هذا الشأن وفي هذه الصلة بالنسبة لخارك المحتل لا يستطيع أن يدخل إلى هناك ويحاول تطويق زيوم وقواتنا أيضا تؤمن الممرات الإنسانية في كل المناطق المطوقة أيضا وتوصل المواد الغذائية والمياه والأدوية أيضا والمتحدث باسم مجلس الرادة وكل المسؤولين الأوكران هم على معرفة دائما بما يحصل وعلى اتصال دائما من أجل تأمين الغذاء وتأمين الماء والتأمين كل ما يحتاجه المواطنيون في أوكرانيا بإطلاق من هذه المحنة التي وقعنا فيها نحن نريد أن نؤمن المخارج ومداخل المدينة لكي نستطيع أن نتحرك فيها بالإضافة إلى التدابير الاقتصادية التي أخذناها ونأخذها هناك بخصوص تخفيض الفائدة وبخصوص القروض لقطاع الأعمال كل ذلك سوف نقوم به وسوف يكون ويؤمن كل ما يحتاج تحتاج أوكرانيا وهذه الأمور كل كم ما يحتاجه من الوقت سوف ندافع